السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الثامن اليوم سوف نبدأ بدرس جديد وهو درس الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأندلس في كتاب التاريخ صفحة 62 بدرسنا لليوم رح نحكي عن الحياة الاقتصادية في الأندلس ورح نبلش بالسؤال التالي أذكر مظاهر أو نواحي الحياة الاقتصادية في الأندلس أذكر مظاهر أو نواحي الحياة الاقتصادية في الأندلس يعني إيش النواحي اللي كانوا يهتموا فيها من ناحية الاقتصاد أولا كانوا يهتموا بالزراعة وثانيا الصناعة وثالثا التجارة يا ثامن أولا الزراعة أكتب السؤال التالي ما هي مظاهر اهتمام العرب بالزراعة في الأندلس ما هي مظاهر اهتمام العرب بالزراعة في الأندلس يعني يا ثامن كيف العرب كانوا يهتموا بالزراعة في الأندلس يلا خلينا نجاوب على هذا السؤال مع بعض تيجي بتحكين لي يا ميس أول إشي أصلحوا وسائل الري ونظموها أصلحوا وسائل الري ونظموها اثنين بنوا السدود وشقوا القنوات ثلاث أقاموا الجسور والقناطر أربعة اعتمدوا على الحيوانات في حراثة الأرض وإعدادها للزراعة هذه أربعة أيضا برعوا في تنسيق الحدائق وستة أدخلوا إلى الأندلس نباتات لم تكن معروفة سابقا كالأرز وقصب السكر والعنب والحمضيات والموز بالإضافة إلى إسهام علماء الأندلس في تقديم العلوم الزراعية أسهم علماء الأندلس في تقديم العلوم الزراعية يعني يا ثامن إحنا ذكرناهن كنقاط هلأ العرب راحوا اهتموا بالزراعة في الأندلس عملوا وسائل ري وإيجوا نظموها زي وسائل الري اللي كنا نحكي عنها مثلا في دروس سابقة بالإضافة راحوا شقوا القنوات وبنوا السدود عشان الزراعة أيضا أقاموا الجسور والقناطر بالإضافة إنهم راحوا جابوا حيوانات مشان يحرثوا الأراضي وإنهم يعدوها للزراعة أيضا راحوا على الحدائق ونسقوها بالإضافة راحوا دخلوا إلى الأندلس نباتات ما كانت معروفة سابقا زي إيش النباتات يا ثامن أرز قصب سكر والعنب والحمضيات أيضا في كان علماء الأندلس برعوا في العلوم الزراعية وصار في عندي تقدم في العلوم الزراعية الآن راح نحكي عن أبرز الشواهد على تطور نظم الزراعة في الأندلس يعني إحنا بالوقت الراهن أعطوني أمثلة أو أماكن بتوضح لي أنه قديما كان في عندي تطور في نظم الزراعة في الأندلس يا ثامن يلا احكوا لي تحكي لي يامس واحد مدينة بلانسية ما زالت تحتفظ بما توقع من نظم العرب المتعلقة بسقاية البساتين بالإضافة إلى قصر الحمراء في غرناطة قصر الحمراء في غرناطة إذن هذولا الشغلتين أو المدينتين بتبيني لي أنه هناك قديما كان في تطور في نظم الزراعة في الأندلس الآن رح ننتقل إلى أشهر مؤلفات العلماء الأندلس في مجال الزراعة والنباتات أذكر أشهر مؤلفات علماء الأندلس في مجال الزراعة والنباتات بتيجي بتحكي لي يامس واحد مثل الجامع لمفردات الأغذية والأدوية لابن البيطار بتحكي لي مثل هذا أول كتاب اسمه الجامع لمفردات الأغذية والأدوية لابن البيطار بالإضافة الفلاحة في الأرضيين لابن العوام بالإضافة إلى كتاب الفلاحة لابن بصال هذول كل هين لا الزراعة إذن اتدرجنا أولا حكينا عن مظاهر اهتمام العرب بالزراعة أيضا حكينا أبرز الشواهد اللي لحد الآن موجودة بتبيني لي أنه قديما كان في عندي تطور بالزراعة ونهيناها أنا وياكم أشهر المؤلفات علماء الأندلس في مجال الزراعة والنباتات الآن رح ننتقل إلى الصناعة طبعا بيجي بيحكونا أنه اشتهرت الصناعة في جميع المدن في الأندلس طبعا ظهرت طوائف حرفية ظهرت طوائف حرفية شو أطلقوا عليها أرباب الصناع إذن الطوائف الحرفية اللي طلعت شو سموها يا غثامن أرباب الصناع ممتازين بالإضافة صال لكل حرفة رئيس منتخب من أصحابها إذن كل حرفة صار لها رئيس شو سموه اسم الأمين طبعا هذا الأمين كان مسؤول ومدافع عن أهل حرفته أمام ممثل الحكومة وهو المحتسب إذن الأمين كان يدافع عن أهل الحرف الموجودين أمام المحتسب الآن رح نحكي عن أهم الصناعات التي اشتهرت في الأندلس أكتب ما أهم الصناعات التي ازدهرت في الأندلس تحكي لي يا ميس أول صناعة الصناعات التعدينية الصناعات النسيجية والصناعات الغذائية ورابعا الصناعات العسكرية الصناعات العسكرية أولا يا ثامن رح نحكي عن المواد الغذائية هلأ بدنا نحكي نعطي على كل صناعة أمثلة على كل صناعة أمثلة أعطي أمثلة على كل مما يلي أول شي رح نحكي عن المواد الغذائية كتجفيف الحبوب والفواكه بالإضافة إلى عصر الزيتون وصناعة السكر كانوا يجففوا الحبوب والفواكه يا ثامن يعصر الزيتون ويصنع سكر أيضا صناعة المنسوجات صنعوا الملابس من الكتان والحرير صنعوا الملابس من الكتان والحرير أما الصناعات التعدينية صناعة الفخار المذهب والفسيفساء دباغة الجلود والسجاد وصنعوا الأوراق الآن رح ننتقل إلى الصناعات العسكرية الصناعات العسكرية راحوا صنعوا السفن الحربية أيضا صنعوا الشواني والطريدة الشواني والطريدة هسا الشواني إشي غريب عليكم هسا الشواني ثامن هي سفن كبيرة تحمل الجنود والأسلحة إذن الشواني عبارة عن سفن كبيرة بتحمل الجنود والأسلحة أما الطريدة أصغر من الشواني بتحمل الفرسان والخيون والخيول جهزت لمطاردة والعمل السريع طيب لو سألتكم املأ الفراغ سفن كبيرة تحمل الجنود والأسلحة شو بتحكيلي؟ مس بتحكيلي الشواني طيب سفن أصغر من الشواني بتحمل الفرسان والخيول شو بتحكيلي يا ثامن؟ الطريدة ممتازين لو سألتكم سؤال قبل ما أكمل الصناعة إيش أهم المعادن اللي كانت موجودة في الأندلس؟ أهم المعادن الموجودة في الأندلس بتحكيلي يا مس الذهب والفضة والنحاس والحديد والكبريت والزجاج الآن رح ننتقل إلى التجارة يا ثامن واكتب السؤال التالي ما العوامل التي ساعدت في ازدهار النشاط التجاري في الأندلس؟ ما العوامل التي ساعدت على ازدهار النشاط التجاري في الأندلس؟ واحد إشرافه على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي إذن كانت الأندلس مشرفة على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي أيضا طول سواحلها وتعدد موانئها كان في عندها موانئ متعددة والسواحل كانت طويلة أيضا فائض في المنتوجات الزراعية والصناعية كان عندهم فائض في المنتجات الزراعية والصناعية أيضا زيادة الأمن في البحر الأبيض المتوسط ساعد في زيادة التبادل التجاري إذن كان في أمن كبير في البحر الأبيض المتوسط ساعد على زيادة التبادل التجاري الآن رح ننتقل إلى ما هي طرق تبادل أو وسائل التعامل التجاري بين التجار في الأندلس يعني التجار في الأندلس كيف كانوا يتعاملوا مع بعض أو يتبادلوا التجاري مع بعض إذن أكتب السؤال عيده ما هي طرق تبادل أو وسائل التعامل التجاري ما بين التجار في الأندلس واحد تبادل السلع أيضا استخدام العملة كانت عملتهم الدينار الإسلامي والدينار البيزنطي بالإضافة إلى السكوق والسفاتج أو الحوالات أو الحوالات هاي ثلاث إذن هاي واحد هاي اثنين وهاي ثلاث الآن رح ننتقل إلى الصادرات والواردات في الدولة الأندلس أكتب السؤال التالي أذكر أمثلة على أهم صادرات وواردات الأندلس في التجارة الخارجية أولا نحكي عن الصادرات الصادرات منسوجات معادن قطن حرير خضار فواكه زيوت وجلود ومواد صباغة والعنبر والطيب هذ كله كانت صادرات الأندلس أما وارداتها التحف والأشياء الثمينة والتمور والذهب والحبوب والصباة